اشتركوا في القناة فقال له ما عملك قال أنا حداد نجاب قال فما صنعتك قال أنا أصنع الرحاء الرحاء جمع رحاء تعرفونه اللي يوضع فيه القمح والشعير ويطحن فقال له عمر ما اسمك قال أنا أبو لؤلوه المجوسي فقال إنه قد بلغني يقول عمر يقول إنه قد بلغني أنا سمعت أنك تقول لو أشاء لصنعت رحة تدر بالريح أنك لو تريد كان تصنع رحة بدل ما تدر باليد تدر بالهواء فقال له ذلك المجوسي يا عمر لأصنعن لك شيء أن يسمع به أهل المشرق والمغرب فعرف عمر أنه يهدده والتفت إلى من معه وقال لقد توعدني العلج العلج يعني الأعجمي غير العربي فمضى عمر إلى بيته ومضى المجوسي وصنع خنجرا له حدان مقبضه من وسطه وله حدان وجعل يطنيه بالسم شهرا كاملا ثم أقبل في ظلمة الليل واختبى لعمر في زاوية من زوائي المسجد المساجد في السابق ليست مثل اليوم فيها أنوار وثريات المسجد في السراج أو سراجان أقبل عمر ما يدري إن هذا مختبئ له في المسجد دخل المسجد وأخذ يصحي اللي نايم ولا اللي يتسنن ولا ثم تقدم في محرابه ووقيمة الصلاة استووا اعتدلوا الله أكبر كبر يصلي بهم أول ما كبر يصلي خشي المجوسي اللي مختبئ خشي وخاف أن يكون بعض الناس لا يزال يأتي متأخرا فأراد أن يؤجل جريمته للركعة الثانية قام عمر للركعة الثانية وبدأ يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يصلي وفجأة الخرج عليه المجوسي وطعنه ثلاث طعنات وقعت الأولى في صدره والثانية في جنبه والثالثة تحت سرته وجر الخنجر لما جر الخنجر فتح المنطقة اللي تحت سرة عمر وصاح عمر بن حر ما يجد وقع على الأرض المجوسي لما طعن عمر لا يوجد مكان عند المحراب يطلع منه ما في إلا المكان الخلفي فصار يشق صفوف الناس ويطعن يمين ويسار حتى طعن ثلاثة عشر صحابيا مات منهم سبعة في الحال ثم أقفل الصحابة الباب فالتفت عليهم والخنجر معه ما يقترب من أحد إلا طعنه حتى أقبل عليه واحد من المسلمين كان هذا المسلم عليه رداء خلع المسلم رداءه وألقاه على وجهه أول ما ألقي على وجهه علم أنهم قدروا عليه فطعن نفسه ومات يقول عبد الله بن عمر أقبلت على أبي فجعلت أضع أصابعي على جرح أبي لأمسك الدم فكانت يدي تدخل في بطنه قال فنزعت عمامتي وربطت بها على بطنه وحملناه إلى فراشة عمر مغمى عليه حركونه ما يتحرك كلمونه ما يتكلم يا أمير المؤمنين يا عمر بن الخطاب يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدري عن شيء أبداً فلما كادت أن تطلع الشمس أفاق التفت يمين وإذا الرجال يبكون التفت يسار وإذا أصوات النساء يبكين نظر إلى نفسه وإذا الدماء تنبعث من كل مكان المفروض يا جماعة يسأل يقول ما هذا الدم من الذي طعنني من الذي قتلني والله ما سأل ولا سؤال من هذا أول كلمة قالها لما فتح قال أصلى الناس صليته أصلى الناس قالوا نعم صلينا قال الحمد لله لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة اللي ما يصلي اغسل يدك منه اللي يأتي عند الصلة اللي بينه وبين الله ويقطعها اغسل يدك منه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ثم التفت قال يا عبدالله ابن عمر قال اللي ببيك قال اعطني ماء فقرب إليه الماء ظن النهبي يتوضأ ظن النهبي يشرب قال لا أعطني ماء أصلي أتوضأ أنا ما بعد صليت فقرب إليه الماء فلما وضأه صلى ولما انتهى من صلاته التفت إليهم قال من قتلني أنا يا جماعة إمامكم الآن صار لي 12 سنة من قتلني قالوا قتلك الغلام المجوسي قال غلام المغيرة ابن شعبة ذاك اللي شفناه في السوق قبل شهر قالوا نعم قال الحمد لله الذي جعل موتي على يد رجل إيش الحمد لله قتلني كبير مهم صغير ولا فقير مهم غني ولا أعجم مهم عربي ولا ما يحج ولا ما يعتمر قال الحمد لله الذي جعل موتي على يد رجل لا يحاجني بسجدة سجد أهل الله قط يقول الحمد لله الذي قتلني ما يصلي ما قال ما يزكي ما يحج ما يعتمر لأن عمر يا جماعة يعلم أن أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة يقول عليه الصلاة والسلام عندها يشوفانوش عندك من أعمال ثانية إذا ما أصلحت صلاتك لا ينظر إلى بقية عملك ولذلك يا جماعة حتى نبينا صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام تقول عائشة رضي الله عنها دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته بعد صلاة المغرب وإذا هو قد ابتدأ به مرض الموت عليه الصلاة والسلام وقد ارتفعت الحمى في جسده حتى صار ما يستطيع يتحرك فجاء عليه الصلاة والسلام واضطجع على فراشه فمن شدة المرض نودي بصلاة العشاء ولم يعلم صلى الله عليه وسلم أنه نودي لصلاة العشاء يعني أذن العشاء ولا درأ ثم لما تأخر على الصحابة التفت صلى الله عليه وسلم والناس جعلوا يقولون وهم في المسجد يقولون الصلاة يا رسول الله نامت النساء نام الصبيان الصلاة يا رسول الله الصلاة فالتفت صلى الله عليه وسلم إليهم قال أصلى الناس قالوا لا يا رسول الله ينتظرونك ما صلوا فيريد أنه يطلع يصلي في المسجد ما يريد يصلي مكانه فقال ضعوا لي ماء في المخضب شوفوا لكم إناء كبير حطوا فيه ماء بارد وجاء وضعوا له الماء وجاء عليه الصلاة والسلام وجلس في هذا الماء وجاء عليه يبرد على نفسه حتى إذا شعر بالنشاط اتكأ ليقوم فأغمي عليه فلبث وقتا مغمى عليه ثم أفاق قال أصل الناس قالوا لا ينتظرونك قال ضعوا لي ماء في المخضب ماء آخر فوضعوا له الماء وأقبل صلى الله عليه وسلم واغتسل ثم اتكأ ليقوم فأغمي عليه ثم أفاق قال أصل الناس قالوا لا ينتظرونك قال ضعوني ماء في المخضب مرة الثالثة وصبوا علي الماء من أفواه سبع قرب لم تحل أفواههن يعني شوفوا لكم سبع قرب الماء امطول فيها حتى تكون بارد صبوها عليه حتى أنشط فجاء صلى الله عليه وسلم و جلس في الماء و جعل الصحابة يحلون فما القربة و يصبونها عليه و الثاني حتى أكثروا عليه صب الماء و جعل يقول حسبكم حسبكم فأوقفوا صب الماء ثم حسب نشاط فاتكأ على يديه ليقوم فأغمي عليه و أصحابه ينتظرونه في المسجد شوف تعظيم الصلاة يا جماعة فلما أفاق قال أصل الناس قالوا لا ينتظرونك قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس أنا معت ما أقدر أصلي بهم مروا أبا بكر فليصلي بالناس صلى بهم أبو بكر صلاة العشاء من ذلك اليوم الجمعة و صلى بهم صلوات الأسبوع كاملا فلما كان الأسبوع الذي بعده يوم الأثنين يعني بعد عشرة أيام شعر النبي صلى الله عليه وسلم بنشاط فقال ادعوا لي علي والعباس رضي الله عنه فدعوا له علي والعباس فقال احملاني إلى المسجد فجاء يتك على علي والعباس وهو عليه الصلاة والسلام بينهما حتى دخل المسجد قيل إنه صلى معهم وقيل لم يستطع ورجع إلى بيته وصلى ثم بعد العصر من يوم الأثنين تشققت أبواب السماء وتفتحت ونزل ملك الموت ليقبض أطهر روح وجدت على وجه الأرض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما يا جماعة الانسان عند موته يتكلم بأهم الأشياء عنده الواحد إذا جاء يموت إن كان عليه دين بدأ يقول يا جماعة ترى عليه دين إذا هو يطلب أحد فلوس دائما الواحد عند الموت يتكلم بأهم الأشياء عنده السؤال بماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم وهو يموت وش اللي كان يقوله وهو روحه عليه الصلاة والسلام تطلع وهو قاعد يتكلم عنه وش كان يقول يقول الصلاة الصلاة ويشهك الصلاة 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 وما ملكت أيمانكم الصلاة يعني انتبهوا للصلاة لا تخلوا الصلاة عظموا الصلاة 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 حتى توفي صلاة عليه وسلم وهو يردد الصلاة الصلاة ليش لأن النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة يعلم إن أهم شيء في حياتك صلاتك والله أنه أهم من الزكاة وأهم من بر والدين وأهم من الحج ومن العمر ومن الصوم وأهم من الصدق أهم شيء في حياتك صلاتك ولذلك يا جماعة في الإسلام إذا الواحد ولد إذا ولد الصبي أو البنت أول ما يطلع من بطن أمه ويلفونه في خرقه ماذا يفعل أبوه في أذنه يأذن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا آية الكرسي ولا قال اقرأوا الفاتحة في أذنه لا قال أذنوا في أذنه طيب يا رسول الله هو يفهم الأذن توه يا رسول الله عمره يمكن خمس دقائق أو لعشر دقائق وجنين توه طالع يفهم الأذن يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل في أذنه حي على الصلاة حي على الفلاح حتى وهو توه طالع للدنيا أول كلام يسمعه الصلاة وآخر شيء نفعله بالإنسان قبل أن ندفنه الواحد إذا مات نغسله ونكفنه وبعدين قبل ندفنه ماذا نفعل به نقيم عليه الصلاة صح إذن حياتك كلها بين الأذان والإقامة بين أذان عند ورادتك وإقامة قبل موتك شوف كيف تعظيمها الصلاة هي العبادة الوحيدة اللي فرضت في السماء ترى كل العبادات فرضت في الأرض يعني ينزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له الله فرض عليك الصوم طيب بصوم الله فرض عليك الزكاء بنزكي الله فرض عليك الحج بنحج إلا الصلاة لا الصلاة ينزل جبريل ويحمل النبي عليه الصلاة والسلام ويصعد به فوق حتى تعدى بالنبي عليه الصلاة والسلام تعدى به سبع سماوات حتى وصل فوق ثم قال الله له فرضت عليك الصلاة غريب ما كلم عن الزكاة لا لأن الله يعلم اللي بيصلي بيزكي ما كلم عن الحج ولا الجهاد لا اللي بيصلي سيقوم بقية الشراء شف تعظيم قدر الصلاة ولذلك يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام كان يعظمها أنا أدري أن الناس يصلون لكن السؤال هل أنت تصلي ولا تقيم الصلاة في فرق يا جماعة بين اللي يصلي واللي يقيم الصلاة أنا أعطيكم مثالا الآن لو واحد يا جماعة دخل علينا شهر ذي الحجة وقلنا لي يا أخو يروح حج مع الناس أنت ما حجيت فقال والله ذي الحجة زحمة أنا بحج إن شاء الله في شهر محرم ويوم جاء شهر محرم ويلبس الأخ حرامه ولبيك اللهم لبيك لبيك حجا ويروح يحج وقف بعرفة وبات بمزلفة ورمى الجمرات وطاف طواب في الوداع وذبح الهدي ورجع لبيك اللهم لبيك حجينا لكن في شهر محرم يقبل حجة في محرم ولا لا يا جماعة ما يقبل نقول لها الحج له وقت معين لازم نحج في وقته كذلك الصلاة الله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني موقت بوقت موقت بوقت يأذن الساعة أربع معناها لا بد تصلي في وقتها ما هو بالواحد والله لم نشبع نوم وقام والله على الساعة تسع ولا عشر ولا قام صلى يسميها صلاة فجر هذه صلاة استيقاظ ليس صلاة فجر هذه صلاة ضحى الصلاة الفجر لها وقتها ظهر عصر مغر كإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا النبي عليه الصلاة والسلام يقول في مروه البخاري بحديث سمرة يقول إنه أتاني آتيان فابتعثاني فانطلقت معهما قال فأتينا على رجل مضطجع وحطايح وإذا آخر قائم فوق رأسه بصخرة وإذا هو يثلغ رأسه بالصخرة فينفلق رأسه فلقتين ويتدحرج الحجر فيذهب هذا الضالب يأتي بالحجر وإذا رأس المضروب عاد كمكان يعطي مرة ثاني بالصخرة النبي عليه الصلاة والسلام أول مرة المنظر فزع قال سبحان الله ما هذا يا جبريل ليش يعذب وش مسوي ما هذا يا جبريل فقال جبريل إيش هذا الكافر لا هذا اللي يعق والديه لا قال جبريل هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة هذا اللي يؤتى القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة هذا اللي يذن عليه الفجر وهناهم ولا يصلي إذا شبعنه هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة احرص على صلاتك عظمها عظم صلاتك بل الله سبحانه وتعالى يقول لما ذكر الله حاله الجنة وهل النار يقول الله عز وجل كل نفس بما كسبت رهينة يعني مسؤول عن عملها إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر أهل الجنة يسألون أهل النار يقولون ما سلككم في سقر وش اللي دخلكم النار ما سلككم في سقر قالوا أول سبب ذكر أهل النار لم نكن من المصلين اثنين ولم نكن نطعم المسكين ما كنا نتصدق أبد ما كنا نتصدق أعرف ان فلان فقير ومسكين عمري ما قلت والله خلني أحسن إليه خلني أتصدق عليه الله تعالى يقول للذين أحسنوا الحسنى وزيادة الإحسان إلى الناس يا جماعة والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا المؤمنون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسدي بالسهر والحمى واحد يا جماعة إذا حرص على الإحسان هذا بلا شك أن الله يبارك في ماله أحيانا أنت تحسن ويكافأك الله وأنت ما تدري أحيانا يجيك الواحد أحيانا يتصدق مثلا بخمسة ريال ثم الله يكافأ وهو ما يدري أن الله كافأ ربما أن الله مقدر أن يمرض ولدك وتصرف على علاجك خمسين ريال فإذا تصدقت به الخمسة الله يكافأ بالحسنة عشر أمثالها يقوم الله سبحانه وتعالى ويكف عنك مرض ولدك يوفر عليك خمسين وأنت ما تدري ربما أن الله يبارك في طعامكم بدل ما يكفيكم هالطعام ولا كيسرز ولا غيره ولا الزيت ولا غيره يكفيكم مثلا شهر يكفيكم شهر ونص يبارك الله فيه إن الله يبارك في القليل فيكونوا كثيرا الله تعالى كل من أحسن يكافأ لكن أحيانا ما تدري أن الله يكافأك والله تعالى يقول هنا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة ويقول الله جل وعلا إن الأبرار لفي نعيم اللي يبر ويحسن يكون له نعيم عند الله تعالى ولذلك أنت أحسن بقدر استطاعتك مثل ما قال الله وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفسادة في الأرض إن الله لا يحب المفسدين كلما ازداد الواحد إحسانا كافأه رب العالمين فيقول أهل النار هنا قالوا لم نكن من المصلين واحد ولم نكن نطعم المسكين والثالث وكنا نخوض مع الخائضين نخوض مع الخائضين يعني مثل هالناس انغنوا وغنينا وانخربطوا وخربطنا واندشروا ودشرنا واندخنوا ودخنا وانيمكن نسكروا وانتعاطوا مخدرات سوينا مثلهم وانعقوا والديهم سوينا مثلهم نخوض مع الخائضين ولذلك الواحد يا جماعة يحذر من هذه الأمور لأنها ترديه إلى النار وبأس المصير يعني خذ مثلا الآن نخوض مع الخائضين بعض الناس إذا شاف الناس يدخنوا وندخن مثلهم الله جل وعلا يقول عن نبينا صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث اتدخان يا جماعة من الطيبات ولا من الخبائث من الخبائث عمرك شفت واحد يوم جاي يدخن يوم جاي شاب الزيقارة بدنا حطها فيه سارة بدنا قال استغفر الله لازم باليمين وحطها باليمين بعدين قال بسم الله اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه وقام يدخن ويوم أنه خلص من الزيقارة قال الحمد لله الذي يطعمني هذا ورزقني من غير حولي مني ولا قوة وخذ اللي باقي منه وحطه فوق جدار عمرك شفت واحد يسوي كذا عمرك شفت واحد يوم حطها في اليسر قال استغفر الله بحطها يدري أنها خبائث ويستحي أنه يدخن قدام الناس ويستحي من ريحته ولذلك الله تعالى قال ويحرم عليه ملخ بائث هل تعلمون يا جماعة أن الدخان أنا قرأت مرة كيف تصنيع الدخان يقول يأخذون النبتة هذه نبتة التبغ وبالمناسبة ترأي نبتة التبغ يقولون هي النبتة الوحيدة اللي إذا جاء تكرمكم الله الحمير ترعى ما تاكل منها أقرأوا في البحوث اللي عن الدخان يقول لك الحمار يرعى إذا مر على التبغ سد خشمه راح راح يرعى في غيره الحمار ما يتعاطى التبغ وبعض الوادم الله لا يبلغنا وكذلك يقولون إذا أخذوا نبتة التبغ هذه إذا أخذوها يأخذونها ويطحنونها ثم يأتون ويضعونها في خمر ويغلقون عليها حتى الواحد يدخن يحس إنهم كيف والخمر كثيره وقليله حرم ولذلك يا جماعة من الخبائث والله تعالى يقول ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ويقول الله يا أيها الرسل كلوا من الطيبات ما قال كلوا من الخبائث ما عجوز الواحد يتساهل في هالخبائث وترى يا جماعة أيضا اللي يدخن ثم إذا صار عنده واحد من أخيه قال له تفضلي فلان قدرك زجارة كل من دخن بسببك تأخذ مثل إثمه النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا إلى ضلالة كان عليهم من الوزر مثل أوزار من تبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا بل يقول الله جل وعلا يقول ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ثم قال ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون الواحد يتحمل وزره ويتحمل أوزار الناس إذا كان هو السبب اللي طيحهم في المعصية فيحذر الواحد يا جماعة من هذا يحذر أنه ربما يقع أحيانا أيضا في مقاطع محرمة بعضها الشباب والأشياء اللي ينشرها هذه كلها من المحرمات يحرص الواحد أيضا على أن يقوم بما فرض الله تعالى عليه من الإحسان وبر الوالدين يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره ماذا يفعل فليصر حمه اللي يبغى الله تعالى يوسع عليه رزقه بدل ما رزقه مقبوط يوسع عليه ويطول عمره فليصر حمه يحسن إلى رحمه وأعظم الأرحام وأقربها إليك هم الوالدان بل يا جماعة رب العالمين لما تكلم عن الوالدين قال جل وعلا وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه ثم قال وبالوالدين يحسانا ما قال أن لا تعبدوا إلا إياه وبالصلاة بعد العبادة ولا بالصوم ولا الوالدين أعظم حق عليك حق والدك وبالوالدين يحسانا ثم قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما يعني يصير الأب شايب والأم تأوها شباب أو كلاهما كلهم شباب طيب كيف أتعامل يا ربي قال الله فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما لا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما يعني الواحد مثلا لو قالت له أمه لأبوه رح جب كذا وراح وجابه ورجع بني قال لا نسينا بعد جب بعد خبز رح من البقالة وهو طالع قال الأه هذه حرام فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما يعني ما يجوز أنك ترفع صوتك لو واحد قال له بوه أنا قلت لك أمس حرام ما يجوز تنهرهما وقل لهما قولا كريما إن شاء الله وبشر وعلها الخشم وشف لك أحسن العبارات أبو هريرة رضي الله عنه نادته أمه يوما قالت يا أبا هريرة فقال لها لبيكي ثم شعر أبو هريرة أن صوته أرفع من صوت أمه قليلا ويقول لها لبيكي حس أن صوتها أرفع من صوتها شوي فذهب واشترى عبدين مملوكين واعتقهم لوجه الله يتوب منها المعصية يا جماعة ويقول لها لبيكي أجل لو يسمع أبو هريرة بعض عيالنا اليوم مش لون يرفعون صوتهم ولا يقولون أدبهم هذا محمد بن كدر يقولون كان إذا تكلم مع أمه يظنونه مريض يظنون صوته ما يقدر يرفعه يقولون من كدر ما يخفض صوته يظنونه مريض يالله يقول يتكلم وهو رجال لو يخطب اهتزت المنابر وإذا كذا جاء عن دمه يتكلم بهدوء شف الاحترام جاء مرة رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء من اليمن وضرب مشوار لين وصل المدينة فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جاء بك قال جئت أريد الجهاد معك في سبيل الله أبا روح جاهد أبا جاهد مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعليها الصحابة أبا جاهد أول سؤال سأله النبي عليه الصلاة والسلام ما قال له معك سلاح وحد جاي بجاهد ما سأله أسئلة تتعلق بالجهاد ما قال له معك سلاح تعرفت قاتل سبق دخلت معارك لا أول سؤال سأله قال أحيّن والدك اترك عنك جهاد وما جهاد أمك وبوك حيّن ولا ميتين أحيّن والدك قال نعم قال ارجع إليهما ما هنا جهاد هنا الجهاد هناك ارجع إليهما فأحسن صحبتهما فإن الجنة ثم الجنة هناك ندمك وبوك ما يبع عندي أنا شف يا جماعة كيف فضلها النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد في سبيل الله شف بر الوالدين والإحسان وعبد الله بن مسعود يوم من الأيام أرادت أمه أن تنام وجاءوا فراش وفراش وصلح بعدين قالت له يولدي عطني ماء أريد ماء فذهبوا جاب لها ماء يوم رجع إلا أمه غلبها النوم ونامت العجوز غطها النوم ونامت فجاء بالماء كره أن يوقظها ما أوده يقول لها يمه قومي قومي شربي الماء قومي ما أوده يقطع عليها نومها كره أن يوقظها وكره أن يضع الماء بجانبها لأنه خشي أن تستيقظ في ظلمة الليل ولا تدري أن الماء عندها فجلس جلس كذا يسبح ويهلل يحتره يمكن أن تصحى العجوز في تاليها الليل ويعط شاره فإذا تعب إذا جاه النوم ووقف فإذا تعب جلس جلس يرقبها بس يمكن تقوم ما ما يمتي وعطيها الماء تقوم هنا شفريك هاتي بالماء وفيها الظلمة ما تدري أن الماء عندها يقولون حتى أذن عليه الفجر فقال الصحاها تصلي وقال خذ يشرب الماء وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا يا جماعة الإحسان إلى الوالدين والبر بهما والتعرف لله تعالى بالإحسان إليهما هذا يفتح الله لك به أبواب الرزق الرزاق هو رب العالمين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يبسط له في رزقه يبسط سبحان الله تلقاه فتح له بقى له بسط الله له في رزقه تلقاه خذر شيء يبيعه بسط الله له في رزقه تلقاه مثلا جاه فلوس بارك الله فيها بسط الله له في رزقه من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره طول عمره فليصل رحمه يحسن إلى أمه وأبيه وكلما ازداد إحسانا إلى أمه وأبيه رفع الله تعالى قدره ويسر أمره وجعله محبوبا وجعل الله تعالى له خير وعظم الله تعالى ثوابه إذا كان هذا الإنسان يا جماعة محسنا إلى والده كلما ازداد إحسان فإن الله تعالى يرفع قدره بذلك والمشكلة يا جماعة التي لا ينتبه إليها بعض الناس أن عقوق الوالدين أحيانا تعجل عقوبة له في الدنيا قبل الآخرة بعض الشباب الحين ربما أفسد إلى والده جاءوا تعامل تعامل سيئة ثم قال له ابوه الله لا يوفقك ولا أمه قالت له الله لا يوفقك ثم ينزع الله عنه التوفيق تلقاه يقول يا أخي أنا ما أدري أنا أشتري لي ثوب والبسه ما يكعد يومين إلا نشك الله ما وفقك في أحد داعي عليك يا أخي أنا أبغى سوك سيارة سوك سيارة حالة صدم الله ما وفقك في أحد داعي عليك يا أخي ما أدري بس أنا جاءتني ذا الفلوس معك أحد يومين اللي خلصت الله ما وفقك في أحد داعي عليك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث دعوات لا ترد دعوة الوالد على ولده ولذلك يا جماعة أنا أوجه إخواني الآباء انتبه لا تدعي على عيالك لا تدعي على أولاد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدعو على أنفسكم ولا تدعو على أولادكم لا توافقوا من الله ساعة إجابة فيستجيب لكم انتبه لا تدعي على أولادك لا تقول له جعلك الموت الله يأخذك جعلك المرض الله لا يوفقك ثم إذا مرض أنت أول من تورط والله أنت قد ماسك الخط من هنا لنجران رايح جاي عشان تعال جه انتبه لا تدعي على عيالك لا تدعو على أنفسكم يقول الله يصلحك الله يهديك ونحوه أما الدعاء عليهم جعلك المرض الله يمرضك الله يأخذك الله لا يوفقك انتبه من هذه الأدعية لا أتوافق من الله ساعة إجابة فيستجيب لكم سان يحذر يا جماعة من مثل ذلك وبروا الوالدين كما أن الله تعالى يكافئك في الدنيا كذلك ربما عوقب الإنسان إذا كان عاقل والده يعاقبها الله ربما أحيانا في الدنيا قبل الآخرة بروا أباءكم تبركم أبناؤكم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول شيئان تعجل فيهم العقوبة في الدنيا البغي والعقوق البغي اللي هو الظلم ظلم الناس تعجل العقوبة في الدنيا والعقوق يعني عقوق الوالدين مرة واحد كان عندها عيال وبنات وتزوجوا والدنيا تمشي ويكبروا ما بقى في البيت اللي هو وزوجته عندهم شغالة فمرت الأيام وماتت الزوجة ما بقى له الخادمة في البيت فان يعني صعب هالأبو الشايب يقدم على الشغالة عياله استحوا فولده الكبير قال لي يوبا تعال اسكن عندي يا ولدي ما يحتاج قال لا اسكن عندي والرجال شايب راح الرجال وسكن عند الولد وحطوا له غرفة في البيت لكن تدري كبير في السن وطبيعي الكبير في السن وفي بيت ولده يجي يفتح ثلاجة يقى هاوش هل الرز هذا وراه ماكلته لعدة تكثروا الرز لعدة تطبخون واجد هل خبز يعطي ملاحظات طبيعي يجي يطف اللمبات لا تصرف كهرب يجي فزوجة الولد تضايقت وجات عند الولد قالت أنا تراي صبرت على أبوك واجد هذا فكري منه قال هذا عاد أبوي أنا وش أسوي أذبح إياني ولا أطرده أبوي قالت المهم يا أنا ولا أبوك في البيت والله إن كان أبوك في البيت والله ما يقعد في البيت يا بنت الناس عقلي العيال قالت والله ما يقعد أنا أبوك في البيت أما تخليه يروح عند إخوانك ولا حطه في الملجأ قام يحاول يراضيها والمفروض أنه ما يراضيها مثل هذه ما تراضها هذه ثطرت أبوي أهم منك لا أكل عاد بعض الرجال رخوم قال لها طيب وش نسوي قالت أجل تطلع أبوك تسكنها في غرفة السواك عندهم في الحوش غرفة للسواك قالت تطلع السواك وتسكن أبوك فيه ولا والله ما عاد قاد راح الولد وطلع السواك ونظفوا الغرفة شوي وجاء عند أبوه قال له يباه وش رايك نغير غرفتك قال ليش غرفتي زينة اللي أنا فيها وحطينا غرفة نجوه البيت يسمع حسهم ويسمع صوتهم والبزران يدخلون عليه كل شوي وسع صدره وإذا جوا بناته يدخلوا عنده قال ودنا يباه ننقلك للغرفة اللي برا في الملحق اللي برا أقرب للشمس وهواها زين وأقرب للباب إن جاء أحد يسير عليك ما شاء الله مدام الملحق يا ولدي فيك كل هالمميزات ورا ما تنقل غرفة نومك فيها أنت ومرتك معدعم إنها أقرب للشمس وهواها زين وكل شيء زين ورا ما حطيت غرفة نومك فيه الابو فهم وقال خير إن شاء الله وحطوا له فراش وصار يسك الباب ما يفتح اللي يمكن الظهر ولا العصر يطلعون بزران يلعبون في الحوش والشاي بعد يدخل عليها أحد وقامت هالألمرة وخصصت له صحن بلاستيك عشان ما يكسر صحونه يحط فيها الأكل وتجي هالشغالة وتحط الأكل في الصحن وتدخل عليه وتحط الأكل فطور يقوم إذا الشاي بيأكل ثم يقعد الصحن لين عقب الظهر حتى ريحة الغرفة صارت أكل كلها وتجي الشغالة وتأخذ الصحن الظهر وتغسله وتحط فيه غداه وترجع وتحطه عنده ثم يقعد الصحن لين الليل ثم تجي الشغالة وتأخذ الصحن في الليل وتغسله وتحط فيها العشاوية وياكله ثم يقعد لين باتر الصبح وهذا حاله ولده كان في البداية يدخل يسلم عليه وكذا كل يوم مرة مرتين بعدين صار كل يوم مرة وبعدين صار في اليومين مرة بعدين صار يمر ثلاثة يام ما مر على أبوه وهو في البيت معه مضى عليه وقت وتوفي وشال الولد واستقبل الناس في العزاء وخسلوه وكفنوه ودفنوه واستقبل الناس في العزاء وخلصتها الثلاثة أيام ثم جاء الولد جاي بين السواق ينظفون الغرفة عشان السواق يرجع فيها خلاص مات الشايب فهم ينظفون السواق يشيل هنا ويشيل هنا الولد الصغير الأبو هذا معه ولدا صغير ولده اللي هو حفيد اللي مات الولاد ذي عمره تسعون لعشر سنين شاف الصحن حق جده ويوم جاي السواق بيأخذه بيحطه في الكيس حق زباله وينقز الولد ويأخذ الصحن ويحطه معه قال له ابوه ارمى ارمى خلاص الصحن يا ولدي خلاص خلاص نرميه قال لا لا أبغاه أبغاه قال وش تبغى به قال أبغاه بخبيه حتى إذا كبرت أحط أكلك فيه وهل جزاء والإحساني إلا الإحسان والإساءة جزاءها إساءة إنما تجزون ما كنتم تعملوا الله ما يظلم أحد سبحانه يقوله بحفظ الصحن عندي حتى إذا كبرت أحط أكلك فيه انفجر له ابو يبكي انفجر يبكي وينظر ينظر إلى فراش أبيه وإذا فراش قديم والشرشف والشرشف ما غسل من يوم كان والمخدة مليانة عرق وريحة وينفجر وينطرح لها الفراش يبكي يقبل المخدة يقبل الفراش يشم رائحة أبيه لكن مات يلتفت يلقى فنايل حق أبوه كلها عرق وصخها ما أحد نغسلها يفسخها الشاي ثم يلبسها ثانية بعدين ما أحد نغسلها وجعله يبكي ويشمها لكن الآن تبكي أقوم ما وسته في القبر الآن جاء وقت الحساب ولذلك يا أحبابي اللي يبغى فعلا التوفيق في حياته ويبقى ويريد الرزق ويريد محبة الناس له فليحرص أولا على علاقته بالله اللي هي الصلاح احرص على صلاتك النبي صلى الله عليه وسلم يقول وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيِّرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةِ أَنَّ خَيِّرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةِ ويقول عليه الصلاة الصلاة خير موضوع يعني خير ما يوضع في الأوقات هذا أولا ويقول ويقول يا ثوبان عليك بكثرة السجود فإنك ما تسجد لله سجده إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة وكتب لك بها حسنة الصلاة احرص على صلاتك الشيء ثاني احرص على الإحسان إلى والديك قدر المستطاع لا يغرك أبون شايب ولا أم عجيز ولا لا وترى الأم والأب جلوس الولد عندهم مزحة معهم ضحكة يعطاهم من وقته الرجل اللي قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي وش معنى يا جماعة من أحق الناس بحسن صحابتي كأنه يقول يا رسول الله الناس اللي أنا أخالطهم أنواع فيهم أم وفيهم أب وفيهم إخوة وفيهم أخوات وفيهم زوجة وفيهم أبناء وفيهم عيال عم وعيال خال وجيران وناس نشوفهم في المسجد وناس نشوفهم بالشارع وزمل وأصدق يا رسول الله الناس اللي أنا أخالطهم كثير عشرين ولا ثلاثين نوع أي هؤلاء الأنواع أحقوا بمصاحبتي بحسن مصاحبتي بحسن صحابتي أيهم أحق بابتسامتي قبل غيره أيهم أحق بضحكتي قبل غيره أيهم أحق بجلستي معه قبل غيره أي أي الناس أحقوا بصحابتي فقال عليه الص Infinite أمك إن كان ما عندك إلا ابتسامة وحدة عطها أمك إن كان ما عندك إلا ريال انفقها على أمك كان ما عندك وقت في اليوم إلا ساعة حطها لأمك أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك ثم أبوك ثم أدناك فأدناك فالواحد يا جماعة يحرص غاية الحرص غاية الحرص على أن يحسن إلى والده ودعاؤهما مستجاب ثلاث دعوات لا ترد منها دعاء الوالد على ولده أو دعاءه لولده أن الله تعالى يستجيبه الأمر الثالث يحرص الإنسان يا جماعة أيضا على النوافل ما هو بس على الصلوات المفروضة حتى النوافل وأفضل أنواع النوافل صلاة الوتر النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن الوتر قال لا يحافظ على الوتر إلا مؤمن جعل من علامات الإيمان الحفاظ على الوتر وقال عليه الصلاة والسلام إن الله قد زادكم صلاة فصلوها ما بين صلاة العشاء إلى الفجر يعني صلاة الوتر صلاة الوتر يا جماعة أفضل من سنة الضحى وأفضل من سنة المغرب وأفضل من سنة العشاء أفضل الصلوات بعد الصلوات الخمس المفروضة على طول تجي صلاة الوتر ومع ذلك رب العالمين خففها على العباد صلاة الويتر يا أحبابي يكفي أنك تصليها ركعة وحدة واحد عقب العشاء بعد صلاة العشاء لما صلى قال الله أكبر بعد العشاء وقرأ الفاتحة ثم قرأ قلو الله وحد الله الصند لم يكن له كفا نحد الله أكبر ركع سمع الله المحمد السجدة أولى رب يغفر لي السجدة ثانية التحيات وسلم وخلصت هذه ما تستغرق من الواحد هالركعة هلا كم ساعة ونص تقريبا كم تستغرق ما تأخذ ولا دقيقة وتكتب عند الله تلك الليلة من قوام الليل يعني يوم القيامة إذا جاء إلى الله بأسماء المتصدقين جاء بأسماء قراء القرآن جاء بأسماء من قاموا الليل تجد اسمك من بينهم وأنتم ما صليت إلا ركعة كيف لو صليت ثلاث ركعات أعظم لو صليت ثلاث ركعات صليت الركعة الأولى وقمت للركعة الثانية وبعدين ما جلست في الركعة الثانية مثل صلاة المغرب لا قمت للركعة الثالثة على طول ثم جلست في الركعة الثالثة وسلمت وتصير مثل المغرب لكن ما فيها تشاهد أوسط فيها تشاهد الأخير وتكتب عند الله تلك الليلة من قوام الليل ولا شك جماعة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم وإن قيام الليل مطردة للداء عن الجسد كان الواحد يا أحبابي حريص عليه فيبشر بالخير يبشر بالرزق الواسع ويبشر بالعافية الواسعة ويبشر بكل صلاح وتقى إذا كان المرء يا جماعة حريصا عليه بلا شك أن الله تعالى يرفع قدره ويسر أمره إذا حرص عليه ولذلك عظم مثل هذا الصلاة عظم صلاة الوتر وكن دائما عاملا لها الأمر الرابع من الأشياء المهمة أيضا الله سبحانه وتعالى لما ذكر المؤمنين قال جل وعلا والعصري إن الإنسان لفي خسر ثم كل الإنسان خاسر لفي خسر ثم استثنى الله من اتصفوا بأربع صفات قال إلا الذين آمنوا هذا أول وعملوا الصالحات الثنين والثالثة وتواصوا بالحق والرابعة وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إذا كان الإنسان حريصا على مثل هذا لذلك أحرص أنت أيضا على بذل النصيحة للناس يقول جرير بن عبد الله البجري الصحابي يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وأن لا ننازع الأمر أهله ثم قال وعلى النصح لكل مسلم أني أنصح ما يكفي يا جماعة أنك تقول والله جاري ما هو بيصلي في المسجد طيب أنت وش سويت له يوم صار ما يصلي في المسجد ماذا بذلت له ولا بد يكون أيضا نصيحتك بأسلوب زين واحد يقول مثلا والله جاري يا الله يهديه بناته يطلعني مين ويساء طيب وش سويت عشان تنصحه ولا يقول الله عيال جاري يالله يهديهم دشير وش سويت عشان تنصحهم لابد ولا لك ملاحظة على إمام المسجد لأتك تتكلم في ظهره تعال عنده وتكلم معه ماذا فعلت لأجل نصحه احرص دائما على بذل النصح لكل مسلم هذا من أوجب الواجبات عليك هذا واجب ولا بد تكون النصيحة بعد بأسلوب زيني يا جماعة معظم الناس ترى أسلوبه دفش وقاسي وينصح يذكروني يقولون في واحد في أحد القرى مرة طلع من لبيته أذن صلاة الظهر وطلع بيصلي في المسجد وهو في الطريق رايح المسجد شاف واحد رائع مزرعة في الطريق امتع لقن في أعلى النخلة وقاعدني يصلح في الرطب والتمر ويعدل والإمام بيقيم الصلاة لحين المذن وأنت قاعدن في هالنخلة هذه تشتغل ما همتك الصلاة فقال له انزل صل ترى الدنظر هذاك يشتغل قال طيب طيب انزل قال انزل اخرص يلا بيقيم الصلاة انزل قال له طيب انزل قال انزل يا حمار قال هذاك حمار ويلقط له عسيب من انخله بيجلد المذكور وجيك نازل هذا تقلط ما هو نحش خاف بعدين جلد وصلى في الظهر هناك ورجع لبيته هذا راي انخله نزل وراح لبيته وتغدى وصلى ورجع لانخلته مرة ثانية هيكمل شغله وهذاك في بيته يوم انزل العصر ويطلع ذاك المطوع بيروح المسجد ويمر لهذا في راس انخله حرقت له واش مصلطة هذا اليوم قال له غير اسلوبه قال له سلام عليكم إلا ذاك ما يدري ان هذا خويه اللي الظهر والله كان نزل وجلده ما رد عليه السلام وهذاك بعد واصلتم معه من التهزيئ اللي جاه الظهر فقال عاكم السلام قال واشلون انخل هالسنة عشان ان شاء الله الرطب طيب والتمر ان شاء الله ما جاه مرض ولا جاه قال الله الحمد لله الحمد لله قال الله يباركرك ويرزقك القوة ويعطيك العافية ويأجرك على انك تنفق على عيالك وترك مأجور ولك حسنات والله ان تعلقك في راس دن خله ان ان شاء الله لك بحسنات عظيمة لانك تنفق على عيالك وتكسب المال الحلال اوه هذاك كيف قال له وهو قال الله يجزاك خير الله يجزاك خير بارك الله فيك وانبسط بعدين قال له هذا قاله تراه ذن العصر يمكنك ما سمعته تعرف الواحد اليوم هو ولمذل صوته بعد ما هو بقوي يمكنك ما سمعت صوته لذا تراه ذن العصر ما بقله شوي ويقيم الصلاة وترا الصلاة تزيد في رزقك ويحفظ الله بها صحتك ويوفقك هذاك نزل بكل هدوء نزل بكل هدوء وجاء عنده وسلم عليه وقال الله يجزاك خير انك والله ذكرتني بالصلاة يا اخوي انت سلوبك زين واجاني واحد من الظهر يقول ينزل يا حمار والله لو شوفه لا اتوطى في بطنك قال ستر الله ان ما درنا هنا فشوفوا شلون الاسلوب الحسن شلون قدر يجذب الناس انت ايضا اذا جيد تنصح الناس لها بدي يكون اسلوبك زين هاو بتجي وتقعد كنك ولي امره تقوم تهاوشة وهو شاي بينك بر منك ولا واحد الناس ما يقبلون يا جماعة الا الاسلوب الحسن الاسلوب الزين الاسلوب الهادئ اللين يا جماعة عفوا حتى الحيوانات الحيوانات الاسلوب الحسن انفع لها من غيره حتى الحيوانات فما بالك بالانسان والانسان planning كلما صار اسلوبك رفيق النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله رفيق يحب الرفق في الامر كله ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه ويقول عليه الصلاة والسلام اذا اراد الله باهل بيت خيرا ادخل عليهم الرفق وإذا أراد الله بأهل بيت شرا نزع منهم الرفق شف الرفق كيف أثر على الإنسان وكذلك يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم شوف كيف ينصح مرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا جاء يقبل الحجر الأسود يجي ويزاحم الناس يدفذو يدفذو ويقبل الحجر فأراد النبي صلى الله عليه وسلم يقدم له نصيحة وش قال له ما قال له يا عمرت معجبتك قوتك وراكت زاحم ولا يا عمر كسرت ظهور الناس مساكين لا قال له صلى الله عليه وسلم يا عمر إنك رجل قوي آه هم بسط عمر يوم دحاها النبي عليه الصلاة والسلام إنك رجل قوي قال إنك رجل قوي فلا تزاحمن عند الحجر فإن الناس فيهم الضعيف حل الموضوع خلصنا معاذ أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به بعد الصلاة فجاه صلى الله عليه وسلم ما قال له يا معاذ إذا خلصه مصلي قل كذا وكذا لا قال يا معاذ والله إني أحبك شوك الكلام الزيء والله إني أحبك يوم ارتاح معاذ وانبسط لهذا يعني الكلام الجميل قال عليه الصلاة والسلام بعدها فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك شوف الاسلوب الحسن يا جماعة فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك شوف الكلام الحسن والله إني أحبك أنت لما تجي تنصح واحد مقصر إما مقصر في صلاته ولا مقصر في بره لوالديه ولا مقصر ربما في مع عياله ولا مقصر في شيء يا فلان والله أني أحبك وأحب لك الخير والله يا فلان أنك مثل واحد من إخواني الأشقة ولا مثل واحد من عيالي والله ثم إذا عطيتها الكلام الجميل اختم كلامك بعد ذلك بالنصيحة التي تريد إذن أهم شيء صلاتنا وصلاة الوتر وبر الوالدين والنصح لكل مسلم وأخيرا من أفضل العبادات التي تقربك إلى الله الدعاء يقول الله سبحانه وتعالى وقال ربكم صلوا الله صوموا ادعوني وإذا دعوناك يا ربي أنا مريض وبدعوك وهذا فقير بيدعوك وهذا مظلوم بيدعوك إذا دعوناك واش نستفيد؟ ادعوني أستجب لكم وقال الله جل وعلا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى الرزاق الغني الستير الشافي وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الحُسْنَةَ فَادْعُوهُ بِهَا يعني يقول يا ستير استرني يا غني أغنني يا شافي اشفني ولله الأسماء الحسنة فادعوه بها كيف الله تعالى يوجهنا والنبي عليه الصلاة يقول يا جماعة يقول ما من داع يدعو الله بشيء إلا أعطاه الله أحد ثلاثة أشياء ما في واحد يدعو الله إلا يعطيها الله أحد ثلاثة أشياء قال إما أن يستجيب له في الدنيا يعني واحد قال يا ربي اشفي ورد المريض شفاه يا ربي اقضي ديني قضاه يا ربي ارزقني مثلا وضيفه رزقه إما أن يستجيب له في الدنيا هذا الأول وإما أن يكف عنه شرا بدعائه يعني واحد قال يا ربي اشفي ولدي المريض وكان الدعاء مرتفع للسماء وفي قدر نازل ان الولد يموت في مرضه وانت يقول يا ربي ايش في ولدي وفي قدر نازل ان الولد بيموت فالدعاء بطلب الشفاء يمسك القدر ما ينزل فيبقى الولد مريض لكن ما يموت فيقول الداعي احيانا يا اخي انا صار لشهر اقول اللهم اشفي ولدي ولا نفعني الدعاء ما شفاه الله من قال لك ان الدعاء ما نفعك الدعاء نفعك وانت لا تعلم لو لم تدعو لمات ولدك انتبه لا تقول ما نفعني الدعاء الدعاء نفعك وانت لا تعلم قال اما ان يستجيب له في الدنيا واما ان يكف عنه شرا بدعائه الثالثة وهي احلاها قال عليه الصلاة والسلام واما ان يؤخرها له الى يوم القيامة فيؤتيه بها حسنات قال الصحابة يا رسول الله اذا نكثر مدام الدعاء يعني ما يروح حباء منثورة بنكثر دعاء فقال عليه الصلاة والسلام الله اكثر الله يبيكم بس تدعون الله اكثر فاحرص دائما على دعائك اكثر من الدعاء وش يضرك ادعو لنفسك وادعو لغيرك والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اذا دعى المسلم لأخيه بظاهر الغيب جعل الله تعالى له ملكا يقول امين ولك بمثل امين ولك مثلها احرص على ان يكون لك مثل هذا وش اللي يمنعك من كثرة الدعاء اذا كان انسان حريصا عليه مقبلا عليه يتعرف الى الله تعالى به يرفعك الله تعالى بهذا الدعاء ويجعلك الله تعالى مباركا عنده الدعاء له اداب من ضمنها اولا الواحد اذا جاي يدعو الله انه اذا رفع يديه يبدأ اول شيء يثني على الله يقول اللهم انت الكريم الرحيم الغفور القدير انت سبحانك الاله العظيم اثني على الله ثم اذكر ضعفك ومسكنتك قل وانا العبد الضعيف المسكين الفقير المحتاج اليك ها ثم بعد ذلك اذكر حاجتك قل فاقضي ديني اشفي مريضي ارزقني الى اخر اول شيء ثناء على الله المرتبة التي بعدها تذكر ضعفك ومسكنتك المرتبة الاخيرة انك تسأل الله تعالى حاجتك هذا من اداب الدعاء من اداب الدعاء انك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام كل دعاء محجوب حتى تصلي على نبيك ولما صلى الله عليه وسلم ولما دعا رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه قال عجلت ايها المصلي يعني استعجلت فاحرص على انك في دعائك اما في اولة او في اخر تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هذا ايضا لا تتركه ابدا هذا كله مما يرفع العبد عند رب العالمين ويجعل له مكانه عند الله سبحانه وتعالى كذلك من أدابه استقبال القبلة رفع اليدين عدم الاستعجال في الدعاء ما تقول والله يا أخي أنا صار لأدعي شهر وربي ما استجاب لي لا ادع شهرين وثلاثة وأربعة أيوب لما مرض جلس يدعو سبع سنوات حتى استجاب الله تعالى له موسى عليه السلام لما دعا على فرعون قال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم هاروني قل آمين آمين كلهم أنبياء فقال الله قد أجيبت دعوتكما يقول وما رأى موسى الإجابة إلا بعد أربعين سنة الله سبحانه وتعالى أعلم أنت عليك الدعاء والله يتولى الإجابة فأكثر منه أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين اللهم إنا نسألك أن لا تدعم بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته ولا تدعم بيننا من يحتاج إلى وظيفة إلا يصرت له ذلك ولا من يحتاج إلى دراسة أو زواج أو سداد دين إلا وسعت عليه يا رب العالمين اللهم وسع رزقنا اللهم وسع رزقنا وبارك لنا فيما أتيتنا واحفظ صحتنا وأدم ألفتنا واجعل عيشنا قارا ورزقنا دارا يا رب العالمين اللهم يا عظيم المن يا كريم الصبح يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا من عز فارتفع وذل كل شيء إلا هو خضع اللهم يا من يعلم السرائر والضمائر يا من هو أول وآخر يا من هو باطل وظاهر اللهم احفظنا من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وسحر الساحرين وشعوذة المشعوذين وشماتة الشامتين يا رب العالمين اللهم احفظ علينا صحتنا اللهم احفظ علينا صحتنا وثبتنا على ديننا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم احفظ أولادنا من المخدرات اللهم احفظه من المسكرات اللهم احفظه من التدخين ومن جميع الآفات يا رب العالمين يا أحي يا قيوم